السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الثانوي اخباركو عاملين ايه الحصة النهاردة ان شاء الله سهلة ولزيزة الموضوع كله ممكن ما ياخدش معانا نص ساعة ده سهل ولزيز من دروس حساب المثلثات ده ما تعودنا دروس حساب المثلثات كده ايه بسيطة جدا طبعا الفيديو ده خاص بطلبة علمي فقط الادبي ما عندهمش حساب المثلثات الثاني نبدأ كده مع بعض ومسم الله طبعا كل سلامهم طيبين اتمنى يا رب جماعي يكون بخير كده ورابطان جهيم عليكو كلكم طيب عندنا الدرس النهاردة بتكلم عن الدولة المثلثية المجموعة وفرق زاويتين لو عندي ده المثلثية الزاوية بتاعتها عبارة عن زاويتين مجموعين مع بعض هعمل ايه او اساس في الحوار ده؟ قالك سهلة لو انا عندي مثلا جاء الف زائب به او جاء الف ناقص به جاء تألف زائب به جاء تألف ناقص به كده حاجة بتحفظنا بشوار ده بطريقة سهلة كده ولذيذة ايه هي؟ قالك القانون بتاع الجاء بيكون عبارة عن ايه؟ قالك قانون الجاء بيبقى عبارة عن جاء جتة فكس كده معي جتة جاء تاني اوستاذ احفظون لك بطريقة حلوة كده قانون الجاء ببدأ بالجاء يبقى جاء جتة جتة جا طيب نفس الكلام تحت قائبة جا جتة جتة جا وبعد كده تبدأ توزع الالف والب بالترتيب او الف ب الف ب اهو طيب وبعد كده قالك الاشارة بتاعتك في الجاء زي ما هي يعني الاشارة دي موجب فزينة موجب الاشارة دي سالب ففيه هنا كده سالب يعني يا اوستاذ حضراك عايز تقول ان جاء الف زائب ب هتساوي جاء الزاوية الاولى جاء الزاوية التانية جاء الزاوية الاولى جاء الزاوية التانية طيب على مش نحفظها كده خلاص جاء جتة 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 وحط الزاوية بتاعتي زي ما هي طيب لو جينا للجتة قالك قانون الجتة مش الجا بدأنا بجا اه نفس الكلام قانون الجتة برضو هنتبق بجتة بس قانون الجتة بيقول ايه بقى جتة جتة جا جا قانون الجتة يا استاذ جتة جتة جا جا طيب ثم هنعمل ايه نفس الكلام اهو هنوزع برضو ادي قلف بي ادي قلف بي اهو هنا بقى الاشارة الاشارة هنا موجب فاحنا هنعكس الاشارة هنا سالب فاحنا بنعكس يبقى استاذ الجا بيكون جا جتة جتة جا الاشارة بتاعتها زي ما هي طب الجتة لأ جتة جتة جا جا بنبدأ بنفس الحاجة الجا بتبدأ بالجا والجتة بتبدأ بالجتة طب نجي يا استاذ للزا قالك الزا سهلة بص معايا هتبقى زا قلف زا قلف زا قلف زا قلف طب تعالي نكتب التانية كده وقولي لاحظت ايه ادي زا قلف ناقص زا قلف زا قلف زا قلف استاذ الاشارة دي بتتحط فوق وبتتعكس تحت او الاشارة بتتحط فوق زي ما هي وبتتعكس تحت فوق مجموعين او مطروحين على حسب الاشارة تحت بنعكس يا استاذ وبتضربه في بعض كده خلاص كده خلصنا القوانين وعايز اقولك على حاجة كده الدرس شرحه خلص ومفيش اي حاجة تاني في الشرح اللي جاي كله امسل اشوات امسلها صغيرة والدرس يخلص الموضوع يعني زي ما قلتلكه ابسط مما يكون يبقى استاذ قانون الجا جا 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 قانون الجا جا 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 وهكذا يا استاذ طيب تعالا كده نبص مع بعض صغير مت друг هذا الملخص في القوانين الرجل يقول لي ايه ان جا لألف زائد الناقص به يعيش بقانون الجا جا 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 موجب تبقى موجب že سالب تبقى سالب في قانون الجا جا 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 موجب قدامه سالب كده نركز الموجب قدامه سالب لان احنا بنعكس السالب قدامه موجب طب يا استاذ ذا وP موجب او سالب به هذه ذا الف موجب او سالب زابه نفس الاشارة اللي هنا بتبهيه هنا وتحت بعكس واضربه ده كده ملخص الكوانين تعال كده نشوف المسائل وبتتحلل ازاي نبدأ بحاجة بسيطة كده ما بتجيش بس تعال ايه نطبق بها كده بولي بدون استخدام الحاسبة الجيه بوجود كلا مما يأتي ما يا سيد لو السؤال ده جالت اختياري هعملي هتستخدم الآن عادي جدا وانا هيعرف ميني الفكرة كلها لو سؤال زي كده في المقالة يعني ما بيجيش في المقالة بس تعال نشوف بيتحل ازاي الراجب بيقول لي عايزك تجيب لي جا مية وخمسة من غير آلة طيب ده اصد اجيبك جا مية وخمسة ازاي من غير آلة حضرتك المفروض حافظ شوية دولة اساسية كده زي ايه عندك التلاتين الخمسة واربعين الستين الكلام ده كله المفروض ان حضرتك حافظه وسابت طيب تبدأ تشوف المية وخمسة دول ممكن نعملهم من اين استاذنا لو حاطت الستين على الخمسة واربعين يضوني مية وخمسة حلاص يباني المية وخمسة دي هعملها جا ستين زائد خمسة واربعين دي مجموع زويتان قانون الجا جا 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 وزع الزاوية هدي ستين خمسة واربعين هدي ستين ودي الخمسة واربعين الاشارة هنا ايه موجب يبقى موجب كده حضرتك خلط مستاذ وبعد كده هات كل واحدة الواحدة هبقى الجا ستين بكام الجزر 3 على الاتنين الجزر 45 جزر 2 على الاتنين زائد الجزر 60 بنص في الجزر 45 بجزر 2 على الاتنين تعمل الكلام ده على القلة طلعت النتج بتاعي طيب نفس الكلام في كل الحاجات التانية بس انا في حاجة دي عادية ال 45 هتتعمل ايه هتتعمل ولياكم جا عندك مثلا ممكن نعمل 45 مقص 30 ممكن نعمل 60 مقص 45 اللي تنصح مطبق قانونة جا 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 طب هنا يا استاذ الجتات على كده نبص مع بعض جتا سالب 15 لازم تبقى عارف حاجة مهمة جدا اللي انا عندي جا سالب سيتا جتا سالب سيتا زا سالب سيتا في دلتين مسلسيتين ما بتاكلش السالب بترميهم بره وعندي دلة واحدة هي اللي بتاكل السالب بتمحيه مين اللي بتاكل السالب الجتا يعني الزاوية بتاعتي لو فيها سالب شيدو ما لهوش لازمة طب السالب لو جوه جا طلعوا بره طب لو في الزا طلعوا بره حضرنا التوصي بتقول يا استاذ ان جتا سالب 15 هي هيها جتا 15 بالظبط كده هي هيها جتا 60 ناقص 45 بالظبط كده طب قانوني جتا 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 جا 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 هادي 60 45 هادي 60 45 الاشترا سالب تبقى موجب بنعكس اكتب الجتا والجتا 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 وحطهم على الال خلط طبعا مش السؤال ما بيجليش كده في الامتحان تعال نشوف بقى نوعية المسالب تيجي في الامتحان بعد ما سخنك قلتلك الموضوع كله على وعضه مش هاخد مبس نساعة معاك و هتلاقي الدرس خلص والموضوع ابسط مما يعني بدون استخدام حاسبة الجيب وجود قيمة كلها مما يعني طيب الراجل عايز ما اجيب قيمة الكلام ده بس طيب تعال نشوف ده قانون ايه جا 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 تمام يبقى ده قانون ايه قانون الجا اهو هنرجعه الاصر خب لك ان الزاوية لازم تبقى واحدة يعني هنا تمنتاشر اتناشر تمنتاشر اتناشر تمام استاذ الجا يبقى الزاوية الاولى بتاعتي تمنتاشر الزاوية التانية بتاعتي اتناشر الجا بناخد الزاوية او الاشارة زي ما هي الديني علي جا تمنتاشر واثناشر تلاتين الجا تلاتين بكام بنص موضوع ابسط مما يكون تعال نشوف هنا جا 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 اشتد نفس القانون الجا مفيش اي تغير عني الزاوية ستين زايد سين ستين زايد سين سين الزاوية بتاعتي تمام هذه الجا حط الزاوية الاولى حط الزاوية التانية الاشارة بتاعتي ازاي ما هي سين ما السين طارق تدي الجا ستين الجا ستين الجا ستين جزر ثلاثة على الاتنين الموضوع سهل جدا 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 نشوف اللي بعده ونبدأ بقى ايه نشوف المسائل استاذ ده قانون الجا جا 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 ايه ده بقى؟ في هنا حاجة غلط المسألة غلط لا مش غلط بالراحة اولا يا استاذ جا 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 ده قانون الجا تمام؟ اهو هنكتبهم كده بس يا استاذ المفروض الناحية التانية جا جا صح واخد بالك من حاجة كمان ده الزاوية هنا 78 والزاوية هنا 12 مينفع الشازين يكونوا شبه بعض تبص المنظر ده كده استاذ وانت بتعمل اي حاجة؟ لا مش اي حاجة تعال معاك امتى الجا تساوي الجتل ده زاوية ده زاوية تانية امتى الجا بتاعت زاوية تساوي الجتل في الزاوية التانية قالك يا استاذ عندي شرط واحد واخدنا قبل كده من اليوم مرة ان مجموع الزاويتين يكون بيساوي تسعين بمعنى بمعنى يا استاذ ان الجا تلاتين هي هي الجا تستين دي بنصه دي بنصه بمعنى ان الراجل لو جيه قال لي الجا خمسة وتلاتين هتبقى هي هي الجا تا خمسة وخمسين طب توقسوا تولي يا استاذ استفدنا احنا ابني الكلام ده بالراح اهو امسح كده انا عندي هنا ايه جا تا اتناشر انا عايزة خليها جا خد التسعين اطرح منها اتناشر تسعين نقص اتناشر تديني تمانية وسبعية ايب انا اشيل الجا تا اتناشر وحط مكانها جا تا مانية وسبعين شلت الجا تا اتناشر وحطت مكانها جا تمانية وسبعية مسألتي بيت عادية جدا جا تا جا 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 يبقى ده قانون الجا تا ما فيش اي مشكلة عنه موضوع بسيط جدا انا بس اخب منك حاجة الزاوية الاولى الزاوية الثانية الزاوية الثانية 18 اتزال الاشترا موجب تبقى سالب بنعكس في الجا تا ديني ستين جا تا ستين بكام بنص نكمل يا استاذ يبقى جا تا ستين طلعت لي بكام طلعت لي بنص طيب نمسح الجزء ده كده ونكمل نشوف هنا جا تا جا تا جا سهلة وسبتة وصدى قانون الجا تا بنتاكد من الزاوية باي على الاربعة ناقص سين باي على الاربعة ناقص سين تمام يعني على طول هتحط الجا اهو هذه الزاوية الاولى باي على الاربعة ناقص سين الزاوية الثانية سين الاشترا سالب يا استاذ حاضر اهو الجا تا بنعكس الجا تا بنعكس الاشترا على طول طيب طارت مع موجة بسين يبقى لي جا تا باي على الاربعة طب يا استاذ تبقى جا تا كام احنا قلنا الاستاذ باي بتاعتي بحطها في الكلام ده بمية وتمانين طيب يبقى انا عندي يبقى الجا تا بتاعتي جا تا 45 اللي هي جزر اثنين على الاثنين نكمل المسائل بتاعتي تعالى نشوف التطبيق بتاعي على الزاو عندي زاوة 45 زاوة 25 الزاوة 175 واحد ناقص زاوة اولا الدنيا تمام مفيقاش اي حاجة ده قانون الزاوة عادي جدا فكرة هنا ان الزاوية ده نفس الزاوية الزاوية نفس الزاوية مفيش اي تغير عندي طب يا استاذ يبقى ادي زاوة 25 مية 75 فكرة هنا هاخد اي اشارة استاذ احنا فوق كنا بنعكس الاشارة تمام يعني ان انا استاذ فوق سالب فناخد الاشارة اللي فوق يبقى 25 ناقص مية 25 اهو مية مية طلع يا استاذ الزاو سالب مية وخمسي طيب احنا نستعليم من شوية الزاو بتعمل اي في السالب بتاكله؟ لا بتعمل مي بره يبقى سالب زاو مية وخمسي نراكبوا كل سهولة تقوم رايح جايب زاو مية وخمسين بكام؟ تطلع لك سالب جزر ثلاثة على ثلاثة سالب وهي يا استاذ طلعت سالب جزر ثلاثة على ثلاثة تسالب بسالب بموجب تطلع لك جزر ثلاثة على ثلاثة او واحد على جزر ثلاثة ما فهمش اي مشكلة استاذ انا كان ينفع اعمل بيئة المية وخمسين دي بطريقة ثانية اه زي ايه مثلا زي مثلا الراجل لو قال لي بدون استخدام القالة فما ينفعش استخدم الحتة دي فيها قالة طيب كنت اعملها ازاي استاذ ان شاء الله بقى بص كده معاين انا المسألتي وصلت من غير الايل لحد اما وصلت ان هي سالب ز مية وخمسين ماشي تمام مفيش اي مشكلة المية وخمسين دي ممكن اعملها تسعين زائد ستين التسعين من الزائه اللي احنا عرفين احنا نعملها بالزائه المنتسبة تسعين زائد بنا في الربع الثاني الزائد سالبه تبقى موجب التسعين بتغير اعطاك طب يا استاذ لما عكسها تبدأ واحد على جزر ثلاثة اللي هي جزر ثلاثة على ثلاثة الثاني الزا ستين بجزر ثلاثة يبقى واحد على جزر ثلاثة تحت نعكس بعد نعكس هتلاقي مسألتك عادي جدا اهي تقوم انت رايح على قلتك واحد على زا ستين تطلع لك بجزر ثلاثة على دعاتي طيب تعالنا نجيب هنا كده المسألة نادي زا 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 ونفس الزاوية مافيش اي تغير عندي ادي زا الزاوية الاولى باي على الاثناشر زا ليه بناخد الاشارة اللي فور الزاوية التانية باي على ستة طب يا استاذ تدي نزاف واحد على الاثناشر زا بواحد على ستة انت باتنين وهنا في اثنين تبقى تلاتة باي على الاثناشر طب يا استاذ حط الباي حولها لزاوية عادية حط الباي بمئة وتمانين باب خمسة واربعين زا خمسة واربعين يا استاذ بتساوي واحد الموضوع بسيط جدا جدا تعال نشوف انواع امثلة تانية راجل بقول لي اثبت ان الزا خمسين بتساوي واحد زا زا خمسة على واحد ماقص زا خمسة اعمل ايه طيب هلا كده انا مش حتة حتة مع بعض الزا خمسين دي ممكن تتعامل ايه انا اولا عندي هنا زا خمسة تمام يبقى انا عايز من الخمسين اوصل للخمسة ماشي يبقى انا يا استاذ لو سمحت هعمل الزا خمسين دي اعملها خمسة واربعين زاية خمسة ليه ما الخمسة واربعين زاوية من الزاية اللي احنا عارفين زاية بتاعتنا الجميلة ومعنا الخمسة خمسية خمسة واربعين وخمسة يدوني الخمسين بتاعت تمام انا دلوقتي بشتغل على ايه على الطرف الايمن طبق قانون الزا هذه زا زائد زا خمسة واربعين وخمسة الاشارة زي ما هي الحمد لله تحت يا استاذ واحد ناقص بعكس الاشارة زا خمسة واربعين زا خمسة طبت على كده مع بعض يا الزا خمسة واربعين بواحد اهو زا خمسة واحد ناقص زا خمسة واربعين بواحد واحد زا خمسة طب بعد كده يا استاذ ولا قبلين بصوا فوق كده بتساوي الطرف الايمن وصلت للطرف الشمال يبا انت بتشتغل على الطرف الانيمين وببسط وصلت للشمال تمام طب وصلت الابسط حاجة ما اطلعش زي الشمال تاخد الطرف الشمال تبسطه زي ما هنشوف ايه دا بقى ان شاء الله يا استاذ بقى يلح واردة كله ولا اي حاجة تعالوا نمشي الطرف الايمن دا كده سنة سنة قانون الجا اهو جا جتة 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 وبنعكز الاشارة تعالوا يتحدث عن طب وصل سنة تبسطين القانون الجا جتة 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 سنة كا جتها جتة جتة هعطت هج Li WITHIN وزعت الزوايه بتاعتي اللي هي السالم ما بينهم سنة اصدر قانون الجتة جتة 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 جه جه تمامية stretch طرف الايصر تسيبوه زي ما هو دلوقت حدما نشوف ده هيطلع لي ايه عندي جاة تلاتين جاة الف ناقص جاة تلاتين جاة الف زائد جاة الف جاة ستين طب تعال انبسط كده الجاة تلاتين بكام بنص جاة الف ناقص الجاة تلاتين بكام جزب تلاتة على اثنين جاة الف جاة ستين بكام جاة ستين يا استاذ بنص نص جاة الف تمام زائد الجاة ستين بكام جزب تلاتة على اثنين جاة الف بص كده معي نص جاة الف ونص جاة الف يعملولي ايه يعملولي جاة الف واحدة طيب سالب تلاتة على اثنين ما هو نص زائد نص بواحد سالب جزب تلاتة على اثنين زائد جزب تلاتة على اثنين طارو يعني يا استاذ دلوقت الطرف الايمن حداني جاة الف بس ده مش الطرف الايصر يبقى حضرتك هتروح تجيب الطرف الايصر وبصط الطرف الايصر بيساوي ايه جاة تسعين زائد قد تسعين زائد زوايا منتسبة طب يا استاذ الزوايا منتسبة بنعمل فيها ايه بنحدد الربع بحدد الاشارة ضلى التسعين والميتان وسبعين كانوا بيغيروا الدلة والمية وتمانيين والتي Looking for this one ما بيغيروش ده كده ملخص سريع ليه نسعين زائد بحنا في الربع التاني اهو بص كده صفر تسعين مية وتمانين ميتان وسبعين وارجع تاني لتلتمية وستين تسعين زائد بحنا في الربع التاني هنا كل الدول اللي موجابه هنا الجاة هنا الزآ هنا الج اهدا طبعا المقلوبات كل جبار ظالمين جدو ضحy زهينا من الكلام. 90 زياد الربع ده. الجا في موجبة. يبقى الاشارة بتاعتي موجبة. التسعين بتغير. بتغير ازاي? تيها تيه? شلي بتيه. ما فيهاش تيه? حطيها تيه. يبقى الجاة. تبقى جاة. جاة ايه? جاة الف. يبقى الطرف الايسر جاة الف. والطرف الايمن جاة الف. يبقى الطرفان متساويات. لو الناس لسه عندها مشكلة. في الدوال. في الزوايا المنتسبة. تقول لي هنزل لك فيديو بيشرحه. بكل سهول. نزل لكم كده من الاولى سنة و ما فيش اي مشكلة عنها. تعان شوف يا قلتاز اخر حاجة معنا. ده اخر مساء. تعان شوف الدنيا بتحلف ازاي. بص يا سيد. الراجل مديني ان الجاة الف. باثناشر على تلاتاشر. وبيقول لي ان الالف محصورة ما بين باي على الاتنين. وباي. باي على الاتنين. بص معي كده ركز. نعمل حاجتين ملهمشي. تات. بص يا سيد. الراجل بقول لي الجاة الف باثناشر على تلاتاشر. وبيقول لي ان الالف. بتاعتي محصورة. باي على الاتنين. باي على الاتنين. دي اللي هي. تسعين. باي بمية وتمانين. مية وتمانين على الاتنين تسعين. يبا دي او استاذ تسعين. طب البي مية وتمانين. يعني الراجل بيقول لي ان حضرتك تقع في الربع الكام. تقع في الربع التاني. طيب. تعال في الربع التاني. ورس المسلس. المسلس القائم بتاعه. فين الزاوية بتاعتي اسمها ايه? الاف. تبا دي زاوية الاف. الزاوية مع الاتجاه الموجة بنمحور السنة. طيب. الجاة بتاعيتها بكام? ب12 على 13. هي الجاة يا استاذ. برا عن ايه? الجاة برا عن مقابل على وطن. مقابل على وطن. طب يا استاذ. حضرتك تقدر تجيب لي من هنا بضلع التالت ده بكام? اقدر. ما اقدرش ليه. كس غرس. 12 و 13. يبقى 13 قصة 2. ناقص 12 قصة 2. اعمل له جزر للكلام ده كله. هي الديني كام? يومي الديني خمسة. يبقى دلقى ده بخمسة. طب يا استاذ الكلام ده كله احنا بديستفيد منه ايه? هقول لك دلوقتي تستفيد منه. تقدر دلوقتي معاك الجاة. استاذ انا معاك الجاة. اه معاك الجاة. بس في حاجة صغيرة قد فيها احنا عملناها غلط. ايه هي? استاذ هنا كده. السينات موجة. هنا كده. السينات سالب. يعني دي مش بخمسة. عملناها. دي بسالب خمسة. ليه? ما احنا هنا كده. استاذ الجزء السينات موجب. هنا جده الجزء الصادات موجب. هنا السينات بقى سالب. والصادات لسه موجب. وهكده الكلام التعبان بتاعنا ده. يبقى استاذ عندي الجزء ده. دي كده بسالب خمسة. طيب. يبقى دلوقتي معايا ان الجاة. الف. ده 12 على 13. جدا. الف. مجاور على وطف. يبقى سالب خمسة. على 13. مقابل على مجاور. 12 على خمسة. بس يا استاذ بالسالب. وده منطقي. ليه? لان الزاوية بتاعك تقع في الربع التاني. والربع التاني. كل الدوال مجابة. لا يا استاذ. ده هي الجاة بس اللي مجابة. الربع التاني. الجاة مجابة. والجاة. والزاة سالبة. اهو. الجاة مجابة. والجاة. والزاة سالبة. طيب يا استاذ تعالي ناخد التاني. ونجيب لها نفس الكلام. بعد كده نبدأ مسألتنا. الرجل بيقول لي ان الجاة مجابة. الجاة مجابة في الربع الكام. في الاول. والربع الرابع. تعالي نشوف. الرجل بيقول لي انت من صفر. لحد تسعين. باقي على الاتنين بكام? بتسعين. يعني انا في الربع الاول. روح الربع الاول. يرسم المسلس بتاعك. اهو. ولا اي حاجة يا استاذ. الزاوية ايه? به. الجاة باربعة لخمسة. الجاة مجاور على وطر. اذا اربعة. والوطر بخمسة. يبقى المقابل تلاتة. وطبعا كله مجاب. يبقى الجاة. تعالي نجيب الاول الجاة. الجاة. يبقى الجاة به. تلاتة على خمسة. الجاة به. اربعة على خمسة. الزاوة به. تلاتة على اربعة. ليه كله مجاب يا استاذ? عشان الراجل ايه اللي انت في الربع الاول. الدواء اللي كلها مجابة. خصة المسائل بكل الكلام اللي تحت ده. قبل ما حله قطعا. ازاي? تعالي نشوف. الجاة. قانون الجاة. جاة. 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 هادي الف. هادي به. هادي الف. هادي به. شرة مجاب يبقى مجاب. الجاة الف بكام? ارجع بقى. اتناشر على تلاتتاشر. في الجاة به بكام? اربعة على خمسة. زا. الجاة الف. سالف خمسة. على تلاتتاشر. الجاة به. تلاتة على خمسة. حط على الالة. طلع الناتج. شكرا. يلا يا استاذ. الجاة. جاة. 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 هالف ب. هالف ب. الاشارة سالم. يبقى ما بينهم مجاب. عوضت بالارقام. خلصت. قانون الزا. ولا اي حاجة. زا الف. اشارة مجاب. يبقى زا الزا ب. على واحد. زا الف. زا ب. معايا دي. معايا دي. طبعا زا. معايا دي. معايا دي. جاة. جبت كل حاجة خلصت مسألتي. يبقى الفكرة كلها. في ان حضرتك بس. تكون المسلس. الفكرة كلها. في ان حضرتك بس. تكون للمسلس. اتمنى الدرس يكون صغير ولزيز. اشوفكم ان شاء الله على خير الحصة اللي جاية. لحد عنده اي مشكلة. احنا بنشوف المشاكل بتاعتكم فين في اللايب. اشوفكم الحصة القادمة ان شاء الله. ممضان كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة